ترجمة نانسي قنقر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبهذه المناسبة قالت سيد صفاء شريف عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين إن هذه الاتفاقيات تعزز وتؤكد مساعي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تعد ركيزة أساسية في تحفيز النشاط الاقتصادي في كل البلدين الشقيقين من جهته أكد السيد عبدالفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أن الاتفاقية ستؤسس لمجالات عمل واسعة خلال الفترة المقبلة بين المؤسستين لخدمة القطاع الخاص وتوفير المعلومات ترجمة نانسي قنقر